هو السقف في عفريت أو جن بيسكنه يا بش مهندس لإني بسمع صوت تقطأ بالليل جاي من السقف ببساطة جدا الأصوات التي تصدر من الأسقف قد تكون نتيجة لسبب من الأسباب الأربعة الآتية السبب الأول تمدد وانكماش الديكورات الجبسية أي المصنوعة من الجبس فعند تعرض الجبس لدرجات حرارة عالية يتمدد الجبس يزداد حجمه هذه الزيادة وهذا التشكل يصدر عنه أصواتا أيضا عند تعرض الجبس لدرجات حرارة منخفضة خاصة عند تشغيل التكييف هنا ينكمش الجبس يتغير حجمه هذا التغير يصدر عنه أصواتا أيضا لذلك يوصى بعد تركيب الجبس تشغيل التكييف لمدة لا تقل عن 12 ساعة ثم ترميم أي شروخ قد تنتج عند انكماش الجبس السبب الثاني زيادة نسبة الحديد في السقف خاصة مع الأدوار الأخيرة الأقصر عرضة لتغيرات حرارية جزرية من حرارة شديدة أو برودة شديدة هنا يتمدد وينكمش حديد التسليح ويصدر عنه أصواتا أيضا السبب الثالث صدق الحديد الذي ينتج عنه زيادة حجمية لأسياخ التسليح هذه الزيادة تضغط على الغطاء الخرصاني فتحدث به تشرخات بالسقف أثناء هذا الضغط وأثناء حدوث هذه التشرخات تصدر أصواتا أيضا من السقف السبب الرابع التوزيع الغير جيد والغير متناسق لأسياخ الحديد خاصة مع وجود تعشيش في الخرصانة أيضا عند تعرض حديد التسليح الغير مغلف بالخرصانة إلى درجات حرارة متفاوتة هنا يحدث تمدد وينكماش ويزدر عنه أصواتا أيضا